انتشرت في كثير من بلاد الاسلام حتى صارت كأنها قاعدة في التعامل وهي الرشوة من المتعاملين مع الموظف العمومي أو موظف الذي يعمل قبل الهيئات الحكومية ولا يسير المعاملات إلا بأن يرتشي ابن اللتبية وضع بصمة خطيرة في عالم الفقه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات بني فلان الناس قبيلة يجمع منهم الزكوات يعني كعامل على بيت المال فذهب ابن اللتبية وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا أهدي إليه يعني دا المال بزكاة لنا ذاهب أجمعه هذا هو بالأمانة أما هذا المال هذه هدايا أهديت النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وكان إذا غضب عليه الصلاة والسلام ينفر منه العرق الهاشمي قال نرسل الواحد منكم ليأتينا بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء يعني يقول لك يا شيخ دي مش رشوة شوه يسمون الحرام سوف ياتي الزمان على أمتي يسمون الحرام بغير أسمائه فمن ضمن الرشاة يقول لك إيه دي تمشيت حال تمشيت حال مشيت بطنك يا بعيد انتز محان الله كيف يعني مشيت تمشيت حال يعني إيه إيه لي تمشيت حال لأ أنت راجل مرتشي وحرامي ولص وأفاق وأنا لو رئيس المؤسسة أنكل بك أنت سارق للمال العام ومبتز لأموال الناس ومقتصب الأموال الناس يقول لي تمشيت حال يقول لأ شيخ دي يعني دي يعني شيء كده من بابا والتاني اللي يدفع يقول إيه يا مولانا أنت شايف الحياة والظروف ده هو موظف وغا ياخد جد كده وعنده خمس عيال وعنده هو هيأكل العيال من الحرام الله هو أنت مفكر أن العيال لما يأكلوا من الحرام سبحان ما هو سبحان الله هو ده ما بيأخذ رشوة ابنه فشل في المدرسة هيدلو درس خصوصي يقدر شو منك يتفحل المدرسة الخصوص حرام روح فحرام ليه روح لحرامي ثالث سبحان الله يعني إحنا إحنا بقينا مجموعة لصوص يقول لي لا والله يجب نتقد لا أنا مش تقول لك يا مرتشي إحنا من الدينك دي هبة لا مش هبة أنت لص ويجب أن تتوب ويجب أن تعلم أن المال الذي تمد يدك إليه حرام وأن اللحم الذي نبت من سح النار أولى به فثق تماما ثق تماما أن رب العبادة لن يبارك لك وأولادك يطلعوا عقين وبناتك يطلعوا متمردات وزوجتك تخليك تشوف مش النجوم في عز الظهر تودك عند النجوم فاتق الله توب عند الرشوة وإياك وفتنة الرشوة ربنا يهدينا جميعا إن شاء الله